شأن قضاء الآن بشرة رئيس محكمة القطبة الجزائية المتخصص بسيد محمد في العاصمة بشرة في استجواب إطارات الشركة الوطنية الملحة البحرية لكنان التابعين في أو المتابعين قل في قضية فساد عصفت بي المجمع عام 2011 حيث تقاسم 40 متهما بينهم متهم واحد موقوف يتعلق الأمر أقول بالمدير السابق للشركة تقاسم تهمة ثقيلة منها تبديد أموال عمومية وعدم احترام التشريعات الخاصة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتهريب الأموال وإبرام صفقات عمومية مخالفة للقوانين ومخالفة قانون الصرف وسوء استغلال الوظيفة القضية عادت مجددا أمام العدالة بعدما أجرها القاضي العام الفارد تقول في أمر المنطوق لأجل إعادة إجراء تحقيق تكملي في القضية هذا باستدعاء خبراء في المحاسبة والمالية لتحديد حجم الضرر الذي تكبدته الشركة وفروعها لتتوصل الخبر المنجزة لاحقا أن قيمة المال المبدد وصل إلى 18 مليون دولار أمريكي في صفقات تعلق بتصليح وبيع 35 باخرة تابعة للأسطول البحر الجزائري بأثمان رخيصة دون احترام إجراءات البيع هذا بغض نظر عن التجاوزات وكذلك الخروقات التي عرفتها العقود المبرمة بين هذه الشركة وكذلك فروعها وشركات أجنبية أخرى